شد وجذب بين الآباء والأمهات بشأن حضانة الأطفال وضحية الطفل ومستقبله وما يصيبه من أضرار نفسية مستقبلا والسبب هو محاولة تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية العراقية يشهد المجتمع العراقي جدلا على خلفية حصانة الأطفال لسيما الرجال المتضررون من أحكام المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية العراقية للمطالبة بتعديل هذا القانون وطبقا لأراء قانونية ودينية ترى في النص القانوني الحالي إجحافا في حق الآباء وإضرارا بمصلحة الأطفال أيضا ما يتطلب البحث عن حل وسط يراعي مصلحة الآباء والأطفال دون الإضرار بمصلحة الأمهات في المقابل يرى الكثيرون أن أي تعديل سوف يكون بمثابة سلب لحق الأمهات في حضانة أطفالهن وإذا مرر البرلمان الخميس القراءة الأولى لتعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية فإن التعديل وفق ما تراه بعض الكتل السياسية يعد جريمة مجتمعية ضد الأطفال والأمهات سيما أن هناك زيادة في حالات العنف ضد الأطفال تصل إلى الوفاة أحيانا أو تعرضهم إلى عهات مستديمة ويبقى الأطفال المتضرر الأكبر في هذه النزاعات وضحية لعاصفة الطلاق التي تهدد اللبينة الأساس في المجتمع وتزلزل ثباتها سيما أن قانون الأحوال الشخصية العراقي يرجح كافة الحضان للأمهات بشكل يحرم الأباء من الكثير من حقوقهم تجاه أبنائهم وهو ما تسبب بمشاكل عديدة في المجتمع العراقي